الحالة النفسية بداخلة في كل شيء. يعني الممكن المرض العضوي يتحول من منشأ نفسي. فممكن انا كن ما عنديش مرض عضوي. لكن المرض عضوي يأتي من مرض نفسي. فما نجي نشوف المرض العضوي نلاقي اصله نفسي. يعني مرض الضغط. هتلاقي مسلا منشأه نفسي. هو جال له شواء الضغط وتوتر وقلق وفيه حاجات المفروض كانت تحصل وما حصلتش. وبدأ يفكر كتير وكنتيجة لهذا التفكير كان يحصل بقى الضغط اللي عنده. وكذلك يعني ما نجي نتكلم في السرطان. ممكن يعني انا انا كطبيب تغذية انا هتكلم معاك عن الاكل الممنوع لمرضى السرطان. هقولك عن الاكلات الممنوعة لمرضى السرطان. وهكلمك عن يعني ايه يعني هكلمك هحاول قدر امكاني ان انا هكلمك عن دور التغذية عند مرضى السرطان بشكل عام. يعني في البداية ما اجتكلم اه ما اجتكلم مسلا ولا يكون عن التغذية لازم نقول ان التغذية تلعب دور كبير جدا لكل مرضى السرطان بجميع انواحة. فاذا كان الاكل بتاعنا متزبط. السرطان بتاعنا بيتزبط. هتقول لي ازاي? اه دراسات بتأكد ان 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 التغذية لها دور كبير جدا في شفاء الجروح واعادة بناء الانسجة المتضررة. بكده رقم واحد. تاني حاجة بنعزز منماعات الجسم وبالتالي الجسم بتاعنا يبقى قادر على مواجهة السرطان اللي موجودة عندنا والالتهابات اللي هي منشأ للورم السرطاني اللي موجودة عندنا او شكل السرطاني اللي موجودة عندنا. برضو بنقلل اه لو تشافينا لو حدث استشفاء مسلا وليكن من السرطان نقدر نقول ان احنا بنقلل من احتمالية العودة مرة تانية. بنقلل من احتمالية العودة مرة تانية. بنقول برضو بنتحكم في الاعراض الجانبية للمرض. يعني في الاعراض الجانب. اصلا بص اي مرض بلا استثناء ما نجي نبص على المرض كده. المرض ده بيبقى ليه اعراض معينة هي اللي عاملة للشخص اصلا المشكلة اللي موجودة عنده او المشكلة الكبيرة اللي موجودة عنده لو جينا نبص كده على. صحيح. اه بنلاقي الاعراض بتاعتها هي اللي بتبقى مقرقها. فاحنا بنتحكم في هذه الاعراض في حالة ان احنا بنزبط الاكل بتاعنا. برضو ان احنا بنحافظ على طوقة الجسم والوزن بتاعنا. انه طبعا مريض السرطان ببعرضة ليه في اخدان كمية كبيرة جدا من من جسمه. وكنتجة للسرطان اللي موجودة عندي. طبعا دكتور احمد الاكلات الممنوعة للمريض السرطان. ما قول ممنوعة يبقى ممنوعة لان الحاجات دي تزود مضاعفات المرض. اول حاجة بنقول اللحوم المعالجة. اول حاجة اللحوم المعالجة والمطبوخة باستخدام حرارة عالية. اه اللحوم المعالجة دي دكتور احمد. اللحوم المطبوخة اه مسلا احنا يعني حاجة سويناها على درجة حرارة عالية جدا. اه وزي اللحوم الحمرة مسلا. اللحوم الحمرة اللحوم المشوية على الايدان. طب عارف الايدان? اللحوم المشوية على الايدان. اللحوم المقلية. اه يعني اللحوم مثلا. واللحوم administration. دي كلها حاجات نقدر نقول عليه. اللحوم معالجة ومطبوخة باستخدام حرارة عالية. يق piggy a اللحوم المطبوخة باستخدام حرارة عالية لابد ان احنا نخلي بالنا. لين تعريض? لين تعريض بروتينات اللحوم لحرارة عالية بيسبب انتاج مواد مسرطنة. اه فديه مهمة. شوف حاجة بسيطة انت ممكن اه ممكن تكون بيسمحها الاول مرة يعني. فانا بقول لك اه اه فتعريض البروتينات اللحوم لحرارة عالية بيسبب انتاج مواد مسرطنة بتسمى بالامينات بتسمى بالامينات اه الامينات متغايرة الحلقة بيقولوا. ايه تاني? ومن اللحوم المعالجة مسلا بنقول اللحم المقدد والنقانق. النقانق واللحم المقدد. ده كده بشكل اساسي كده لو جينا مسلا وليكن بنتكلم اول حاجة ايه? اللحوم المعالجة باستخدام درجة حرارة عالية. علشان نمنع اه اه انتاج اي مواد مسرطنة كنتيجة للدرجة الحرارة العالية دي. دي كده رقم واحد. تاني حاجة بنتكلم فيها الاطعامة المحفوظة. اه في في مادتين انا عايز اكتب في مادتين عايز اعرفهم لك. في مادة اسمها اه مادة النطارات وفي مادة اسمها النايتريت. النطارات مادة الناتريت. مادة الناتريت دي تعتبر من المواد المسرطنة. المادة مادة الناتريت دي بيستخدموا في العطاعة المحفوظة. زي المخللات والمربى مثلا المخللات والمربى مثلا المواد الحافظة اللي بيستخدموها النطارات والنيتريت ديت اصلا يعني ماديتين يعني منشأ يعني يعني من المواد اللي تكون السرطان داخل الجسم. تمام؟ فدي برضو دي يبقى اتاني حاجة لطعمها المحفوظة. تاني حاجة الاطعمة المحفوظة لازم نخلي بالنا منها كويس قوي. برضو من ضمن الممنوعات. ثالث حاجة بنقول اللحوم غير المطبوخة تالت حاجة اللحوم غير المطبوخة لو الاكل بتاعنا لو الاكل بتاعنا ما تطبخش كويس ولم يضحى الطهي الجيد هتبقى دفعها قوية جدا لينا ان يعني ان يعني الاكل الغير مطبوخ بشكل عام يعني زي الفراخ مثلا واللحمة والسمك الفراخ واللحمة والسمك لو احنا كلناهم مش مطبخون كويس برضو اه يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب لنا السرطان عندنا او تزود من مضاعفات السرطان اللي هو موجود فدي برضو نقطة لازم ناخد بالنا منها كويس او اه طب يا دكتور ايه الانواع ايه الانواع مثلا اللي زي اللي فيها اللحوم الغير مطبوخة زي السوشي مثلا السوشي اللحوم الباردة اللحوم المطبوخة اه زي مثلا المارتدلة المارتدلة برضو تعتبر من اعرف طبعا تعرف المارتدلة ولا? لك لك المعلبات ايوة هناك برضو اه العديد من المنتجات اللي بتحتوي اه على البيض غير المطبوخ مم يعني بعض المم يعني مثلا اه زي بعض سلصات يعني زي مثلا سلصات السلطة والميونيز سلصات اه 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 السلصة بتاعت السلطة يعني بيسمعها سلصات السلطة ولا بيسمعها ايه؟ سلصات السلطة. السلطة. اللغة بتاعة. اه اه اه. سلصات السلطة. اه. سلصات السلطة والمايونيز. سلصات السلطة والمايونيز. يبقى سلصات السلطة والمايونيز برضو من ضمن الحاجات الممنوعة منعا باتا لمريض السرطان. وآآآ يعني اللحوم غير المطبوخة قلناها اللازم الاكل بتاعنا يكون مطبوخ مطهي طهي بشكل جيد. علشان الحاجات دي ممكن بناقول لنا اشعر حاجة. سلطسات السلطة والمايونيز والسوشي والحاجات دي. يبقى ده كده اه تاني حاجة. تالت حاجة ممكن نتكلم معها دكتور رحمد نقول ايه? بعض الخضار والفواكه. بعض الخضار والفواكه. اه بعض الخضار والفواكه مسلا اه صعبة التنظيف. بعض الخضار والفواكه اللي بتبقى صعبة في التنظيف مسلا زي الخاص والفراولة وتيوت العليق. الفراولة والفاس ويتوت العليق مسلا. يفضل ان احنا نبعد عنها بعدا تاما لان هدي الاشياء يعني اه بتبقى برضو سبب يعني منشأ لي الاورام السرطانية او تزيد من مضاعفات لو احنا عندنا برضو السرطان. الجريب فروت. الجريب فروت يا دكتور احمد ده ده يعني اللي احنا عارفينه. اه يعني يعني بيتفاعل الجريب فروت بيتفاعل مع بعض الادوية ممكن يقلل من مفعول هذه الادوية مسلا اللي بتاخدها بتاعت السرطان. فنقدر مسلا لياكم بس من المعروف ان الجريب فروت اصلا من ضمن الحاجات المفيدة جدا. اه لكن زي ما قلنا هو بتعرض مع مسلا ادوية القلب او الحاجات اللي هي مسلا ممكن تكون بتاخدها. فالجريب فروت معروف ان هو بيعمل تداخلات دوائية يعني يبقى هو يعني يقلل من مفعول الدواء اللي هي بتاخده. تفاهم? فاحنا بنقول برضو الجريب فروت. اه ده اغلب الحاجات. دي اغلب الحاجات اللي اتذكرها معاك دياتي يعني انت حاول قدر امكان ان تتزبطها كده وايه وتوصلها هذي الفكرة. اول دي 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 الممنوعات. طب يا دكتور المسموحات لمريض السرطان ايه? بنقول البروتينات المسموحات يعني اه يعني نقدر نقول ان مريض السرطان مش زيه زي اي شخص. لأ بيحتاج لكميات من البروتينات اللي احنا بنقولها المريض السرطان اول حاجة اللحوم قليلة الدهون والاسماك والفراخ او الدجاج. ومسلا نقول الحبوب الكاملة زي الارنبيط والشوفان. الارنبيط والشوفان. سأنا وريك حاجة. خليك معايا دي اياه. شايف ده ده الشوفان. عارف الشوفان ولا طبعا من طرف. مو مبين بزر? حنطة? مابعلي. ده ده بنسميه الشوفان. الشوفان. اه. اه. تمام? او بيسموه هنا في تركيا يلاف از مسي. بشكل بسيط بس عشان امورته بواضحة بالنسبة لنا. يبقى احنا كده قلنا دكتور رحمد احنا عايزين بروتينات مش عايزين عايزين كمية اكبر شوية للشخص اللي مريض السرطان. اه محتاجين افضل انواع البروتينات اللحوم قليلة الدهون. الاسماك الدواجن مسلا منتجات الالبان اه قليلة الداز. قلنا الكربوهيدريت قلنا الكربوهيدريت محتاجين اه اه يعني المد الجزء بص الكربوهيدريت ده هو المصدر الرئيسي للطاقة. هو المصدر الرئيسي للطاقة. يبقى ما نيجي نقول كربوهيدريت او نشويات يعني مصدر الرئيسي للطاقة. فاناس انا هم بتاقولش. فعشان كده قلت لنا ايه? اه نحصل ناخد مسلا وليكن الطاقة دي منين من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. اه زي مسلا الارنبيت والشوفان. تمام? دي حاجات برضو مهمة ناسة ناخد. اه. بعد كده ممكن نتكلم عن الدهون. احنا محتاجين الدهون. الدهون من انواع الاكل المسموح لمريض السرطان. لكن يجب التركيز على تناول الدهون الاحدية الغير مشابعة. الدهون الاحدية عالية التشبع developed. زي ايه? زي زيت الزيتون. زي زيت الفولي السوداني. زي زيت الكانولا. مفروض بكون بتكتب فيها اذا الكلام رanze. زيت الزيتون او زيت الكانولا او زيت الفولي السوداني. او مثلا نقول مثلا اه الدهون متعددة غير مشبعة مثلا زي حبوب الكتان وزيت الدرة حبوب الكتان وزيت الدرة بعد كده اخر حاجة بنتكلم فيها الالياف مهمة جدا برضو لمريض السرطان الالياف مهمة جدا لمريض السرطان الالياف تعتبر من من انواع الاكل المسموح لمرضى السرطان اه يعني الياف اه مريض السرطان بيكون عرضة للامساك وليسهل بشكل مستمر يبقى عرضة للامساك والاسهل بشكل مستمر فاحنا محتاجين الالياف علشان علشان نتحكم في كل من الاسهل والامساك افضل انواع الياف ممكن ناخده موجود برضو في الشوفان الشوفان ممكن ناخده الرز الابيض ومن الالياف مثلا غير الزائبة مثلا زي المكسرات والبزور والنخالة المكسرات اللي بيوز اللي بيوز الفزدو عن الجمل الكاجو البزور والنخالة دي كلها حاجات نقدر نقول ان احنا نحطها في النظام الجزائي بتاعنا هتوبها دفعة قوية جدا لنا نحنا نتحكم في المرض مع المتابعة مع الطبيب اللي هي ماشي عليه بالبروتوكول العلاج اللي هو وضعوا ليها يعني موسيقى الآن انا مع بعصين تواصل مع lynائر عرفت كيف وهي عدت خبّع إليه كتير شيء عاشه لك كثير من داخلال؛ الآن كل اسبوع عند ابري موسيقى كل اسبوع عند ابري بجسمها هي بصلة اسبوعين بتاخد ابريه وتنام أربعة وشرين ساعة بعد لكن اليوم هذا الاسبوع اخدت ابريه هل تخصلي نهارين نينى يعني هلح طولة هذا النوم معقول انه زاد المرض عنده والله مع زرة انت هتعيد تاني كده لان في حاجة كده ضعت مني يعني السوت ههي تغوش كده شوية معي. انت دلوقتي هي بتاخد البريه وبعد كده بتنامه اربعة وعشرين ساعة وبعد الاربعة وعشرين ساعة بتقول الطبيعي ان هي نمت اكتر ولا ايه اللي حصل? بهذا الاسبوع ان احنا فيه كإله صل الحلى كان على النايم يعني طاحت الاربعة عشرين ساعة. يعني نامت اكتر من الطبيعي انا اصدق. اكتر من ايامة طبيعية. اه. انه هذا اللي تمكن من المرض? لانه نامت اكتر هذا الاسبوع? بص هو يعني بالنسبة لسلطان الحلق. يعني هو مش وارد يعني فكرة ان هي نامت اكتر ممكن اصلي معادل النوم ده ليه عوامل مختلفة. يعني هنا يعني ممكن النوم ده مش شرط يكون من السرطان يعني او مش شرط يكون يعني النوم الشديد اوي كده ممكن مش شرط يكون. هناك عوامل تانية ممكن مسلا وليكن الحال نفسية لو مش متزبطة. لو الحالة نفسية مش متزبطة. بس دكتور احمد. بلا مقطوع لحديثك. انه هي بعد ما تاخل الكيموي بربرة الكيموي. تمام? بدت نام جسمها بيتعب. بيفرط. في جباري بدت نام. فبتروح اطناها 24 ساعة كل اسبوع هي بصير فيها. يعني كل اسبوع عند نهار نوم. يعني هاي هي مجبورة فيه. مو بكيفة. من اسر الابري بتنام هالنوم. بس هادا الاسبوع بعد ما اخذت الابري صلى هالنهارين. انا خايف عصحته انه انه هالمرض طلع انه تقوى اكتر من طاقته. والبنت رح نفقدها. ولا شلون ديش هالنومي نامتها. انه فيك تساعدني بهذا الموضوع. لو ما كان انه انه انتي في حد حواليك من الدكاتر بيفهم هايك موضوع. يا اخي البدك ايانا جاهز عليه. بس المهم البنت عاري البنت. وضع البنت. طب بتوصل معي في الخاصة ابعد لك راكمي ونحاول كده الان كان ناخد معلومات مفصلة اكتر لعل وعسى استطيع سعادك ايان. لان كده. تمام دكتور احمد حتى حتى بدك انت حاليلة ما تحاليد. انا في قدم لك تحاليلة. عرفت شكير. تمام. بس انا بدي افهم وضع البنت. خلص نتوصل في الخاص يكون افضل يعني. تمام استاذة دكتور احمد بشوفك خاص. ان شاء الله ابعت لي بس رسالة وانا هبعث لك الرقم في الخاص. تمام هاي متابعة استاذ دكتور احمد. الله يباك فيك الباكر يعني. تمام. الف سلام عليها ان شاء الله تعالى. لان كده الموضوع هيحتاج شوية تفاصيل كتير اوي. على الخاص هيكون افضل لكم وليه يعني. تمام استاذ احمد دكتور احمد. المهم انا انا عم حيوي اللي باكتر الوضع انه ساعد هالبنت لان البنت بتعزي عليها كتير وغالي عليها كتير. فاشلون بنا نحسي نساعد افهم معلومات اكتر عن هالمرض حيبي بافهم. اذا يعني انه في حواليك حدا دكتور باختصاصه بهذا المرض ببعثه انا التحليل تبعه ويشفلي يا جدال ويشفلي يعني. والله خل employed نصل في الخص وان شاء الله بساعدك يا. ان شاء الله تعالى. تمام دكتور ومجزي يعني الله يزيideslassenك الخير الله يبارك فيك؟ يساعدا لا ابي يا احمد يا جدالك اخي احمد يساعدا دكتور والله العظيم الله يبارك فيك الله يكرمك. ماشي انا幫방هم ہوتا لا يبارك في الخص ونساعدك يا فْلي ها دكتور احمد هناك يا دكتور الله يبارك في شخص انها الله ان شاء الله دكتور احمد ان شاء اللهอحمد شكرا لالك الله يبارك فيك الله يكريمك في رعاية الله سعى وعليكم استأذن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام كيف السحب والأخبار كيف السحب؟ الحمد لله تمام طعم ديه. انا زي الفلد والله تمام. انا دكتور تغزية لو عندك اي اسئلة في التغزية ممكن تسألنا في ايدك يعني. ام. انك اجل حاجة تدخين? ام. والله بالنسبة للتدخين ده في البداية لابد اعرف معلومات مفصلة عن الشخص علشان نقدر ان احنا مسلا اللي يكن ندي اشياء تناسب طبيعة الشخص نفسه يعني. لكن فكرة ان احنا مسلا ندي حاجة عامة ممكن اديك حاجات عامة للتدخين يعني. اصلي بس ممكن يكون التخن اللي موجودة عندنا ممكن يبقى سبب مسلا عندنا مشاكل في الغدة الدراقية. الغدة الدراقية ما بقى في قصور فيها الحرق بتاعنا بيبقى اه ضعيف جدا. الحرق بتاعنا لو ضعيف جدا بتبقى دافعة قوية جدا لنا ان احنا اه ما نحرقش الاكل بتاعنا. يا دكتور ده ما باقولش كتير جد ما باقولش كتير. وآآ بشمي ريحت الاكل بزيد. طب بيش سبب دي ممكن يكون عندنا مسلا مشاكل صحية معينة تكون هي سبب في السمنة اللي موجودة عندنا. ففي البداية لابد ان احنا مسلا وليكن نعرف ما هي طبيعة جسم الشخص اللي عايزين نخسره. لكن لو عايز تتكلم عن نصايح عامة يتنفع لكل الناس ما لم يكن هناك كلل مرضي نستطيع ان احنا نتكلم مسلا يا. اه تمام. يبقى احنا كده يبقى مسلا دلوقتي ممكن نتكلم في اشياء عامة. انا مسلا ولا يقول لو احنا عايزين نقول مسلا علاج السمنة للناس اللي ما عندهاش مسلا مشاكل صحية او شيء من هذا القبيل. اه ممكن نقول مسلا هناك نصايح عامة مسلا لازم نقول اني سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية. تسعين في المية من الدم بتاعنا مية. سبعين في المية من العضلات بتاعتنا مية. تلاتة وعشرين في المية من العضم بتاعنا مية. بقولنا سبين في المية من الجسم بتاعنا مية. آآ سبين في المية من العضلات بتاعتنا مية تلاتة وستين في المية من الجلد والبشرة بتاعتنا مية. تلاتة وستين في المية من الجلد والبشرة بتاعتنا مية. فانت فاحنا المية ديت هي الحياة بتاعتنا يا. في الخلايا بتاعتنا ما تداش تعمل تعمل بفعالية في عدم وجود الماء. عشان كده الناس اللي بتشرب كميات مية كافية اه بتبقى اقل عرضة للجفاف واقل عرضة للامراض يعني. ليه? لان هو بيوفر انا سبعين في المية من الجسم بتاع مية فالمفترض ان انا سبعين في المية من التركيبة بتاعت هي تركيبة سبعين في المية منها مية. فازا ما كنت ما كنتش باخد مسلا كميات كافية من المية بتاعتي سواء كانت من المية اللي موجودة داخل العغزية بتاعتنا او المية اللي احنا بناخدها من من برة بس عاد يكون عن الاحتياج لو انا مسلا تخين وعايز 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 اه عايز ايبقى نحيف مسلا انا تخين وعايز ايبقى نحيف فبنتكلم بنقول مسلا ممنوع شرب المية اسنا الوجبة او بعد الوجبة مباشرة شرب المية يكون قبل الوجبة من نص ساعة او بعد الوجبة باربعين دقيقة. يبقى الطريقة دي مهمة جدا. يعني انا عايز اخسه ممنوع ان انا اشرف في وسط الاكل. عشان ما خففش العصارة الهاضمة اه ما خففش العصارة الهاضمة بتاعتي. اه ايه تاني ممكن نتكلم فيه بنتكلم عن طبق الصلطة خماس الالوان بتاع الدكتور احمد عطية دهشان. ايه هو طبق الصلطة خماس الالوان ده? الطبق ده فيه اللون الابيض اللي هو التوم والبصل. اللون الاخضر الخص والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبادونس والفجل والرجلة والكبوتشة والايسبيرج والملفوف واللهانة اتكلم بقى في اللون الاخضر زي ما انت ماشي. اللون الاحمر زي البنجر او الشماندر. اللون الاصفر زي اللامون والفلفل الاصفر. لون البرتقاني زي الجزر. طبق سرطة اخو ماس الالوان نبدأ بيه الوجبة لو عايزين نخس. يبقى عايزين نخس. يبقى طبق سرطة اخو ماس الالوان نبدأ بيه الوجبة ويكون حجمه نص الوجبة بتاعتنا. اه بنقول برضو لو احنا عايزين نخس عايزين نكتر من تناول الاغذية اه يعني اه اللي بتحتوي على فيتامينات واملاح معدنية والالياف ودي موجودة فين؟ لسه يلونه من شبهة في طبق السلطة خماسة دلوقتي. وده هنبدأ بيه الوجبة بتاعتنا علشان نحس بالشبهة السريعة. ما هونا دلوقتي انا قلت بدأت الوجبة بتاعت الطبق السلطة. قبل الوجبة بنص ساعة شربت كوبايتين مية. واده كده نص ساعة عدت بدأت الوجبة بتاعت الطبق السلطة. بطنا اصلا تكون مالت. فانا اصلا هاكل كمية بسيطة من باقي الاكل هكونش باعت. هشبع اه هشبع بسرعة. يعني اكلت اقل في السعرات الحرارية. يعني هخيس. اه في بعض الحاجات لازم نبعد عنها لو احنا عايزين نخيس. الكثير من تناول المواد المغزية غير المصنعة اللي اه يعني افهمك ازاي اولها ازاي? اه يعني نحاول قدر امكاني اللي احنا الوجبات السريعة والوجبات السريعة نحاول قدر الامكان مسلا اللي يكون الوجبات السريعة يعني نبعد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية. يعني تتعرف ان واحد ميلي فقط من المشروب الغازي واحد ميلي فقط من المشروب الغازي بيدينا اه سبع سعرات حرارية واحد ميلي فقط. تخيل لو انت اصلا بتشرب كوباة صغيرك ده وفيها متين تلتميت ميلي اضرب تلتميت ميلي في سبع سعرات حرارية. فانت حتى لو وماشي على مظام غزائي وبتمرس رياضة وشربت لك مسلا قلبة ازازة كده في اليوم يعني انت بوزت كل اللي انت عملته مع نفسك لان واحد ملي تديني سبع صورات حرارية طاقة وانت اصلا ما بتتحركش مسلا او ما عندكش الحركة الكافية او فتلقائيا بيتخزن اصلي بص التخصيص ده عمل بالزبط زي واحد مرتب وثلاث تلاف جنيه بتاعد فين الاول في مصر ولا? قعد في مصر? انت ساكن فين? في الشرقية اه في الشرقية تمام احنا شراوية زي بعض اعلمون اه انا احنا شراوية زي بعض بس انا في تركيا حاليا يعني اه اه انا بس عايز اقوله لك اه اه بس انا بس األك سؤال كده انا من ديار بنجد انا بنحفظ اه اه انا عايز بس اقولك حاجة ان احنا انا قلنا عايزين مسلا ولا يكن اه يعني انا دلوقتي عايزين نخس يبقى احنا دلوقتي بنقول لها التخصيص عامل زي ايه? لو انت مسلا مرتبك في الشرقية في القرية اللي انت شغال فيها في الشغل اللي انت شغال وبتاخد تلات تلاف جنيه انت بتصرف منهم الف جنيه هتيجي اخر الشهر تروح رامل الفين جنيه اتحوشهم طبعا اتحوش جسمي برضو مش غبي اكلتوا اكل اضافي زيادة عن حكتو هيحوشوا برضو عشان يوم الزنقة ما هو برضو الجسم بتاعنا مش غبي يعني فكذلك برضو جسم بتاعنا مسلا هو احتياجه مسلا الف مسلا ال 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 ولنا تخيل مسلا انا احتياج جسمي الف الف سعر حراريه هو انت بتدخله جوه جسمك من خلال الاكل ازاي التلات تلاف سعر حراريه فهيستخدم الالف والالفين هيخزنهم عشان يوم الزنقة زي بالزبط موضوع المرتب تده بالزبط فتلقيا ازا كانت الطاقة المنخوزة من تناول الطعام اكبر من الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة فتلقيا الشخص بيقع عنده سمن اهم حاجة برضو بنقول لو احنا عايزين نخس عايزين نقلل من استهلاك الدهون اه زي السكر والكحول السكر والكحول السكر والكحول تمام بنقول تناول برضو الاطعامة الغنية بالالياف قلنا الالياف دي موجودة فين موجودة في طبق السلطة في الفواكه والخضروات بتاعتنا اه نولي تاني مثلا ممكن نتكلم ممكن نتكلم في النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا اما الواحد بينام بالليل كويس اما الواحد بينام بالليل كويس بتبقى دفع اه اما الواحد بينام فيه هرمونات بتفرز ليلا اسمها هرمونات الحرق والتمسيل الغذائي فالشخص اللي ما بينامش اه كويس الهرمونات ديت لا تفرز فيبقى اكثر عرضة ليه حدوث السمنة عنده يعني بيبقى اكثر عرضة للسمنة من غيره تمام تمام اه اه ايه تاني يا دكتور احمد ده مسلا وليكن دي مسلا وليكن يبقى النوم مبكرا علشان ناخد الهرمونات اللي تساعدنا في ان احنا نحرق طول النهار اه طبعا عايزين نخسر يبقى لازم الرياضة لازم يبقى فيه رياضة تركائيا انا باكل باكل الاكل معين وبجسمي ما بيتحركش فما فيش استهلاك للطاقة اللي انا باخدها من الاكل فالجسم هيخزنه لان هو مش محتاجه مواعد رائد طول اليوم نايم عسرير طول اليوم اه مسك التليفون طول اليوم ما بيعملش اي حاجة ما فيش اي حركة بالنسبة له فهتلقيا الاكل بتاعه يعني نقدر نقول ان الاكل بتاعه اه اه كتير جدا بالنسبة للطاقة او الحركة اللي هو بيعملها فهيتخزن سعرات حرارية نقول ايه تاني مسلا ممكن نقول ايه تاني احنا قولنا الرياضة برضو لو احنا مسلا وليكن جدين او كده نسجل في نادي الرياضة بحيس ان احنا نضمن ان احنا نحافظ على الرياضة بشكل مستمر زي دي ان احنا ممكن نستعين ببعض الادوية ممكن ان احنا نستعين ببعض الادوية اه ممكن يعني على حسب طبيعة الشخص ممكن نستعين ببعض الادوية وهكزا وعلى حسب برضو طبيعة الشخص بنحدد له البروتوكول الالاج الان سابرية. انا خلصت. طب لو واحد مثلا بيلعب جيم. يقبل قبل الغداء ولا بعد الغداء? لو واحد بيلعب جيم? اه. يعني انا مش فهمت سويا لك برضو. يعني قبل الجيم مثلا راح الجيم اقل ولا بعد ما ايه الجيم? يفضل ان انت قبل الجيم تاكل حالات بسيطة كده بتبع عشان تتضيك طاقة اثناء التمرين. وحالات تاخدها بعد الجيم بشكل مباشر. تبع على جلاجات اه كلها بروتينات مع يعني نزام غزائي صح يعني. فاهمني? فيفضل ان احنا ناخد مسلا وليكن انا بفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الصحة والاغبار عامل ايه? الحمد لله كيف كانت? الله يبارك فيك. انا طبيب. لو عندك ايه اسئلة طبية ممكن تسألينا فيه ديك. طبيب حاجة ايش طبيب حاجة? تغذية. نعم? تغذية. تغذية? ام. نعم ده بتحرقني المعدة. ام. يعني انت دلوقتي الموضوع ده من امتى? من زمان انا كان نروح عن طبيب يوديني الدواء بعدين نقول لي شوية وبعدين نرجع عليه. تمام بصي. اه لو احنا مسلا وليكن عايزين نتكلم عن حرقة المعدة. الحرقة المعدة السبب الرئيسي بتاعها. الاكل الغلط ونمط الحياة الغلط اللي احنا ماشيين فيه. فلابد لو احنا عايزين نحل المشكلة مش دواء مش الحباية. الحباية برغم ان هي ممكن تكون مهمة في وقت معين كنتيجة للغلط اللي احنا عملناه. لكن لو احنا عايزين نحل المشكلة بشكل نهائي لابد ان احنا نتخلص من اه المسبب الرئيسي لحرقة المعدة. حرقة المعدة السبب الرئيسي بتاعها النمط يعني اه نمط الحياة الغلط. انا هحاول قدر الامكان دلوقتي اه يعني هقولك على بعض الاغزية وبعض الحاجات نحاول قدر الامكان ان احنا نحطها في من ضمن النظام الجزائي توبها دافعة قوية جدا ان احنا نستطيع ان احنا نخفف من من متاعب حرقة المعدة. اه من خلال مثلا تناول مثلا الحليب ومشروبات الزبادي الحليب ومشروبات الزبادي. الحليب نقدر نقول ان هو بيتميز بتأثير معادل لحمض المعدة. اه اه وفي الوقت ذاته نقدر نقول انه ينبغي تجنب كل المشروبات المحتوية على الكافيين. لان المشروبات المحتوية على الكافيين هي من ضمن الاسباب الرئيسية لحرقة المعدة عندنا. زي القهوة الشاي المشروبات المحتوية على حمض الكربونيك. المشروبات المحلاب السكر. المشروبات المحلاب السكر. لان المشروبات دي بتعزز من افراص حمض المعدة وبالتالي بنزود حرقة المعدة عندنا. دي كده يعني. صح صح. اه. دي مسلا. لا لما اشرب. لما اشرب الشيء يشوي للحرجة فيها. بالفعل ما انا بقولك اهو ما هو ده السبب? ازا كان ده السبب. ازا كان ده السبب يبقى لازم نعالجه. هقولك على شوية اه اطعمة مهمة جدا لازم تحطيها في الاكل بتاعك. اقولك على شوية اطعمة لازم تحطيها في الاكل بتاعك. لازم بعرفين ان حرية المعدة دي عبارة عن حدوث تهيج بالمريء. وده الانبوب اللي بيربط الحل ارتعنا بين الحلق والمعدة يعني. اه وده بيكون سبب يعني في حدوث مثلا ارتجاع حمض المعدة. وبعد كده بقى ان الحرقة دي بتيجي كنتيجة لارتجاع ارتجاع المريء. ده بيجي حرقة المعدة بتيجي كنتيجة لارتجاع المريء. فاهمة? ايه بقى الاغذية دكتور احمد? اه انا بقول هذا الكلام ليه عشان انه بفاهمين الصورة. ان حرقة المعدة وارتجاع المريء. الحموضة وارتجاع المريء. وحمودة المعدة. حمودة المعدة وكرحة المعدة وارتجاع المريء. كلهم كده مع بعض يعني. فاحنا لو ايدينا نزبط هذه الاخذية مجموعين. عشان كده تلاقي الرشيتة اللي بنكتبها في العيادة لحرقة المعدة او كرحة المعدة او ارتجاع المريك تلاقيها رشيتة للتلاتة هي نفس الرشيتة. فهمها? بنتدي حاجة بتاتل البكتيريا المسببة لكرحة المعدة. بنتدي حاجة مضاد حياة وقتل البكتيريا المسببة لكرحة المعدة. وهي حاجة بتقلل من افراس حمض المعدة. وحاجة عشان تحمي جدار المعدة من الحمض المعدة نفسه. ده دي كده رشيتة بتاعة العيادة. اه اه. وده اي دكتور هيكتبه لك سواء حمضة معدة كرحة معدة ارتجاع مريك. لكن انا التوصيات بتاعتي ايه? لابد ان احنا نمنع الاكل الحراء والسمين. الاكلات الدسمة والحراءة والسمين. اه. لان ديت الاسباب الرئيسية لكرحة الكرحة. هي اللي بتسوي. اذا كانت بتسويه فلابد ان احنا نبعد عن دها. ونعمل حلقة من الاستشفاء. وبعد مدة كده مثلا شهر شهرين. نبدأ ندخل هذه الاشياء بس انتوقع كميات بسيطة كل فترة والتانية. لكن يكون كل يوم بنأكل نفسها. اه. يعني نكون كل يوم مثلا بنأكل نفسها. خلاص. هي الحاجة اللي فيها الزبادي ودكشي ما تتاكل اللي ينور عليك. الله يوفقك شكرا. الله يكريمك الله يخليك الله يبارك فيك. الله يسعيدك ربنا يبارك فيك الله يكريمك.